مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سي تي كما تتعرفوا جميعا ان المغرب هذي يشد انتخابات الجماعية والبرنامجية في 8 شتنبير 2021 ولكن كما تتلاحظوا بانكيش واحد نقاش عمومي على مستوى المدن الكبرى من فيل هذه المدن الكبرى مدينة الضربدة وكأن المغرب هذي تعرفش انتخابات لا الجماعية ولا البرنامجية بسيدناء بعض تحركات يعني كما تنقولوا تعالى الأحزاب السياسية لحزن في بعض وكلاء اللوائح من أجل مناقشة هذه القضية دي نستضيف السيدة مروان الرجدي رئيس لجد الشؤون الاجتماعية والثقافية بمقاطعة الحيئة المحمدية سي مروان مرحبا بك مرحبا شكرا على السيدات وشكرا على الموقع عن فاس بريس كما قلت بان المغرب تيشد واحد انتخابات الجماعية والبرنامجية اللي اول مرة غدوث في نصف نظهار ولكن رغم ذلك ما تنشوفوش واحد الحماس ما تنشوفوش واحد نقاش عمومي حول انتخابات 2021 2021 هو دور المستشار ودور المقاطعات ودور الجماعات وشن التدخل بيناتهم وشن الصلاحية اللي كاتتشارك بيناتهم ولكتخلي عائق ان ننزل الملفات دي عنا و هذا هو النقاش الحقيقي اللي خسنان فتحوا وننخارطوا فيه من اجل اصلاح لنظمة انتخابة ولكن للأسف الوقت الآن نزل الجانب الانتخابي ولكن بالفعل كان برود في الواجهة ولكن على مستوى الفعل كانت تحركات كثيرة من الأحزاب السياسية كلها من مجاله لكي يحاول يتقرب مواطنين ويتلقى مع المواطنين لحسا عمز المصنش للبرامج يلا كنا نذكر الأشخاص وهذه سلبية من سلبية ربما لم تطرح البرنامج الانتخابي دياله سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو على مستوى البرنامج لا، الأحزاب كلها تتحرك لتعرض برنامج الوطني كان الأحزاب الذين يدارت العرض على مصحفه وكان أحزاب أخرى مازال يتعرض ولكن أكيد أن جميع الأحزاب ستقدم برامجها لمستوى الصحف السؤال لهذا البرامج وقدرة تنفيذ دياله والقوانين التي تتعطي الحق للأحزاب أو الممثلين للأحزاب أن يطبقوا هذه البرامج على المستوى الحزب الذي يصبح مدينة الدارب الآن هو حزب عدل وتسلمية باقي الآن على مستوى مدينة الدارب الآن لا يكشف الوكالة الوائحة بالعكس أن أسأل عمدة الدارب الآن لا يعرفون أن الناس يترشحون في عين الشق وكان يتقال بأنها عين الشق ولكن لا يوجد أي شيء قرار نصمي حتى الساعة هذا هو وضع داخليهم وحزب العدل وتسلمية ولكن كيف يبين؟ كيف تنظرون هذا على المستوى العمدة التي هي عمدة الجامعة؟ لا تذكر عمدة الدارب الآن مرشح في موقع عين في الدارب الآن مرشح في عين الشق ومرشح في الحي محمدي ولكن هذا التدبير أنا أعتبره غير عقلاني لأننا على مسافة 18 يوم من وضع اللوائح الانتخابية وباقي الحزب حد ساعة لا يحسن لوائحه ربما التدبير الوضع الداخلي ربما تفادي استقالات ربما العدد الأمور التي تهم الحزب ولكن وضع غير سليم نخلي العدل والتنمية أنت مروان الراجدي عضو مجلس الوطني حزب تحاد الشراكي حزب تحاد الشراكي اللي على مر سنوات طويلة الدارب الآن بالنسبة لي واحد للقاعدة التي تأخذ من الأصوات ولكن من خلال دائما الولاية الجماعية السابقة بدأ صورة الحزب تخفوف مدينة الدارب الآن تأكدت تجربة الولاية الجماعية كان عضوين فقط في المجلس المدينة لماذا الخفوص في حزب التحاد الشراكي؟ هو أولا لن أخبر الخفوص حتى نرى تاريخ التحاد الشراكي من بداية الانتخابات من استينات إلى 2003 وهو يتصدر المشاهد السياسي ليس يغل على مستوى الدارب الآن ليس يغل على مستوى الدارب الآن ليس يغل على مستوى المغرب بكامله وفي هذه الفترة اللي كانت تصدر تحاد الشراكي المشاهد السياسي كانت تزوير في أبشع مناظره ومع أمرهم ما مكنونة أننا نسيروا المدول الكبرى رغم أننا بالليل نكون نحن اللونين في النتائج وبفارق كبير على باقي المنافسين وفي الصباح كانوا يبقون نجمة قاعدة ثلاثة في كل منطقة هذا الشيء سنوات طويل نحن كان مارسوا هذا العمل نظم ناطقة ولكن هنا نقطة فاصلة هي المجلس المدينة الذي رأسه السجيد والتي كانت تحاد الشراكي لديه مثيلية مهمة في جربة الأولى أول جربة المجلس المدينة والتي كانت رفضنا نشاركوا مع السجيد في تسير وتبما كنا نتهددنا في ذلك الوقت أننا لم نعودوا رجعوا للدار بيضاء إلى ما دخلنا المكتب و لم ندخلوا لأن السيطرة كانت شبت أننا لا ندخلوا إلى المكتب وقد أضعنا الاضباء للدارب ويقوموا لدينا المدينة الكبرى في هذه السيطرة هل يكون واضحاً نحن بأن يكون السيطرة المال بأبشع مناظه ويقوموا بسيطرة الإحسان الدين هذا الذي هو أنه بالله لا نسأل سياسة بالمال ولا نستمبلو للناس بالمال ولا نسأل الإحسان بالجانب الدين نحن نقش أفكار و نقش أراء و نقنع الناس بوجود دينا بطبع حيث نحن أخطأ دينا و نحن ندوم منطقنا نحن نعتمد على النقاش السياسي و القانوني و النضالي مع المواطنين هدف هذه اللحظة يجعله يختل موازين القيوة لأن المال و الإحسان الديني سيطر على المشهد السياسي على المساوض وهذا مسؤول يحتى الدولة لأن الدولة أو الحكومة تنقوانين لتردع عدد الحزب الاتحاد الشراكي فرط في بعض الوجوه التي كانت عدد عدد جريبة على مساوضة تدبيل المحلي الذي خلال عدد المقاعد تنقوانين كما قلت لك الاتحاد الشراكي قدر أخطأ نحن نسترسنا من الخطأ كانت أخطأ كثيرا و كانت مشاكل و كانت مؤتمرات و كانت شقاقات و كانت إلى غير ذلك كل هذا الجانب الداخلي للاتحاد لأثر و الوجوه دائما نتابع الوحد القادية الوجوه الاتحاد الشراكي كان ينجح كما الآن جريبة العدل والاتحاد الشراكي كان ينجح الحزب الذي ينجح أي شخص ينجح في أي موقع ينجح بسمية العدل كما كان بسمية التحاد الشراكي أما الوجوه تنقش في هذه اللحظة الوجوه الذي قادرة تنجح هي التي تنزل في هذه اللحظة و تنجح لأنها تنجح كأشخاص بالدرجة الأولى ندوز المحوى الآخر و قضية علاقة المقاطعات بمجلس مدينة الدار و باقي عضو في مجلس مقاطع سحي المحمدي و تترقب في اللجنة الشؤون الشيماعية والثقافية والريادية كان هناك نقاش البعض منتخابين المقاطعات يحسون بالحقرة يقولون أنهم لا يعرفون ما يجري في الدارة مجلس المدينة الدارة بعيد علينا و نحن منتخابين من الدرجة الثانية هل تتساطر المدى الرأي أو لديك فكرة أخرى؟ أنا أتفق معك هناك مشكلة كبيرة في المقاطعات المجلس المدينة و هناك مشكلة كبيرة في القوانين الانتخابية و هذا هو الورج الحقيقي و نجح في التفتح قبل القيمة قلت في البداية قبل النقاش القاسم الانتخابية أو العتابة النقاش الأساسي هو الصلاحيات و القوانين نعرف الآن بأن أنا مستشار في مقاطعة حي محمدي نجح بحالي بحال السيد الذي نجح في المدينة في 200 صوت أو 150 و لكن هو يشارك في القارة و نحن مستشار في المقاطعة و تعرفون أن المقاطعات الآن من غير السيد الرئيس الذي يكون للمقاطعة والذي عنده بعض الصلاحيات و الذي لم يكن من تفهم مع العمدة يمكن أن تفهم الصلاحية تحيده لي باقي المستشاري لا صلاحية لهم كنت تعرفون أن تحيد الحساب الإداري و الحساب الإداري كان واحد الفرصة طبعا كان هناك واقع كان بعض الناس يخبرون الشفاء والبتيزاز و لكن على العموم كان فرصة يصلاح للمستشار أن يوقف على تسيير المالية المقاطعة يوقف على كيفية تدبر صفقات كيفية تدبر بونت كومت و كيفية تدبر جميع المجالات المقاطعة تحيد في هذه الولاية و أعطيت صلاحي أنه يسأل حسابات والكي يحسب سيد رئيس وبالتالي المستشارين تتكسر وسيلة لتبعث سيرة المقاطعة جوج الداخلية زاد اجتهدت فصل الولاية جابت الدورية أن رئيس لجنة المالية في المقاطعة التي كان يحضر العقد الصفقات والعقدات حي ذاته ولا يحضر سيد الرئيس وممثل الوزارة المالية جميع القوانين المقاطعة تتعرف أن رئيس المقاطعة لا تتجمع مقاطعة لا تستقبل لك لديه أي شيء أنت كمستشار لديه أي شيء قانون كيف يردع لديك العلاقات التي تحضر لها ثلاثة دورات وانتهى الأمر والتعليل منها المشاريع الكبرى تدار في الدار بذا والتي تتهم المقاطعات لا تجيش المقاطعات المجلس المدينة معزول نحن مقاطعة حي محمدي إذا لم ترمج المدينة شيء مشتروع من حي محمدي لا تصارت عنها المصادقة أو إبداء وجهات نظرنا فيه يقول أن يكون هناك قانون لكن رئيس المقاطعات يفتح عليكم حلقة ما بين مجلس المدينة أو مقاطعة؟ لا ترى جانب الشخصي و الجانب القانون نحن نحن في المقاطعة حي محمدي والرئيس يفتح وتواصلون بعضياتنا وتشاورون بعض المواضيع وعضاء القوان ولكن القانون يجب ويحكم العلاقة بين المؤلمان ومستشارين وما بين رؤساء وما بين مجلس مدينة في خلال كبير أنا قدرت أجواب سابق وقد أقول فإذل هذا القانون الحالي لا يحتاج أن نبدل هذه المالية في انتخاب عدد كبير من المستصنة المقاطعة إذا كالمقاطعة سنتخبه الرئيس كل حزب يقدم رئيس ويدبر مع الكاتب العام والموظفين لأن باقي المستشارين وقال عدد منحاصل عدد العام منتخبين من مجلس مدينة نحن نتخبه عدد مجلس مدينة وتنتخب رئيس المقاطعة ويدبر مع الكاتب العام لأن باقي المستشارين بما فيه من هو بالرئيس لا يوجد صلاحية حقيقية في القانون وبالتالي الورش يجب أن نفتحه والذي أساسي في هذا هو هذا النقج كان واحد نقاش قبل بأن دعوات بالأجل المقاطعات تمتعبات الاستقلال المادي والذاتي كما كان على عدد الجماعات في المجموعة الحضارية هل هذا النقاش توقف لتسبب الأسباب أنت وش أتفك معه أو لا؟ شوف أنا مع العودة للإستقلال المادي والشخصية المعنوية والعثبارية للجماعات ليس مقاطعة كل جماعة الحي محمد يدرب سلطان إلى غير ذلك ستكون جماعة حقيقية وكي تنسيق بيناتهم يكون مجلس مدينة بشكل مدينة ولكن القوانين ستتبدل قصة الجماعات تحمل مسؤوليتها لأننا نتخبك الناس في المنطقة ذلك لكي تنزز مشاريع ومهام لابد أن أعطيك مثال بسيط وبعيد غير إصلاح الشوارع يأتي عندك الناس في المنطقة تقول لهم لا تشتريع دينا واتشتريع دي المدينة وانت في نفس الحي وانت مسؤول ورئيس وعاد الناس عندهم علاقة بك نسان لابد أنت رئيس المقاطعة أنا لا أتشعر لك رئيس المقاطعة يأتي عندهم مواطن ويقول لهم تشتريع دينا لا تنصوش يقول لهم لا تتابع المجلس المدينة لا تتابع لنا أنا أعطيه مثال بسيط ولكن تعلموا أن تسوي المشاريع الكبرى كنت دخل مع مجلس العمالة مع مجلس المدينة مع الجهة معها هذا كله هذا كله مسائل دي العرق على هذه المشاريع خاصة أمور تكون واضحة الجماعة عندها استقلالها عندها ممكنية المراقبة كتكون من جهاز واحد هو جهاز الداخلي يوم تبع معكم مسائل دي وفق القانون وكندوزل العمل هنا هذا التدخل هو لكي عرقل هو لكي خلل الناس ينفرهم من العمل لأنك يشبون المستشار ما عنده صلاحيات يمكن جيش رؤية أخرى كانت تقول بأن خاصة الدربدة لم تقع على نظام وحدة المدينة ويتم تعديد دياله وتم تقسيم دياله ثلاثة ثلاثة ثالثة على الأقل يكون مجلس العمالة عواد مجلس المقاطعة عمالة عن سباح محمد يكون عندها مجلس زيالة العمالة بربعة أو تستلي عن النظام يكون عنده مجلس زيالة وذلك الساعات يكون تنسيق وكي تكون رؤية شمولية المنطقة كيف ستتقادل وكي تنسيق مع العملية المتاقم مع القوانين كيف ستعطي منتوجه أما الآن كيف ستعتقد بأن النموذج لا أعطي لأكل يعني أنت من الأسوال ستتطلع بإعدادة النظر في هذا النظام زيالة وحدة المدينة ستنفذ المهام وإعدادة النظر في القوانين يتحدث مع علاقة المستشار في العمل في المقاطعة وصلاحياته نقول رئيس لجنة رئيسي شارد رأيسي شارد برنامج كي يجتمع المكتب يبدله كامل يعني ما يمكن تشي قيمة مضافة لهذه التمثيليات رئيس لجنة نائب رئيس إلى غير ذلك لأنه قادر يمكن أن يعطيهم تشي صلاحية وبالتالي خاصة إعدادة النظر للأسف هذا النقاش كان خطويا تفتحه دعام في المغرب وفي الضربدة بالخصوص ولكن كل حاجة تجي فوقيتها خاصة إعدادة النظر في مسألة تدبير المجلس المدينة وخاصة إعدادة النظر في القواني والصلاحيات لعند المستشارين وعند الرئيسة وخامسة المحور سالسواء الحاصلة تعد مجلس الجماعي الحديث للمدينة الضربدة حزب عدد والتنمية الآن تكتسحوا العادة على المقاعد المجلس أنت بالنسبة لك خمس سنين كيف تشتري كيف تدبير جيد كيف تدبير متوسط أو ضعيف وهو يسير بالأغلبية المطلقة مدينة الضربدة بكاملها سواء المجلس سواء المقاطعة وبالتالي لا عذرة له بالتبرير بشيء آخر لأنه كان لديه جميع الصلاحيات لكي ينزل مشاريع كبرا في الضربدة مشاريع كبرا فات أخير كبير بسيطنا المشاريع الدخل فيها صاحب جلالة وليسي درفها يدو مشاريع أخر كتبير حديقة عين سبع باقة تدبير النقل العمومي كان فيه تعطور كبير تدبير النظافة حيضنا صفقة لشركة وردنا نصف شركة بتمنى مضاعف لذلك وكانت بزاف الأخطاء والمواطن البيضاوي لا يرى تغيير لمساود الداربي إذا مدين أخرى ستلقى تغيير المنظر العام باقي فيه مشكل كبير الإنارة بقى ضعيفة على المساود تخرج الداربي بلي بالتالي بإنسان المواطن يلمس تغيير في مدينة الداربي وأنها موجود للأسف يعني تم أراضي الشعر للحصير للحديث لا بحكم الصلاحية والتمثيل والأغلبية التي لديهم على مستوى جهيس المدينة ومستوى مقطاعات كانوا ممكن ينجزوا أكثر بكثير وبسرعة أكثر للأسف أنا أعتقد أنهم تدبير لهم أكثر من تدبير استراتيجي وهذا يجعلهم لاحظنا بأنهم حافظوا على جميع ركائز كانت في تجاريب السابق يعني لم يكن تغيير على مستوى المسؤولين الإداريين على مستوى المقاطعات على مستوى هذا في الوجوه الذي ممكن تبين بأن هناك الرغبة القطيع مع مرحلة ومرور المرحلة أخرى يتضبر بالنفس الوجوه والعقليات ومشاول تدبير اليوم يتضمن ما هو استراتيجي وما تدخل المعارضة لم يكن دور لدينا الضغط على الأغلبية يعني استسلمة الأمر الواقع وربعات نقول المعارضة يترجعون للقوانين لائما القوانين في نقاش ولكن المعارضة تعبر عوجة نظرة في الجالسات في الدورات ولكن الصلاحية والتصويت تبقى الأغلبية العدل والتنمية كان عنده الأغلبية المطلقة لم يحتاج صوت أخر يصوت معا وكانوا يقررون المعارضة تضغط وخذ العرائض وخذ الرسالة وكل القرار الأخير بطريقة تدبير المدينة يبقى السيد العمدى والمكتب لنرجع أنت انتخاب 2021 كما قلنا في الأول يبقى أسابيع قليلة وما عندكم لإرادة ترجع بقوة أو تتشوف أن هذا الحلم أو صعيب لا طبعا كل حزب يرجع بقوة ويكون تواجدا ونحن الاتحاد الشراكي لا يوجد وليدي اليوم ونحن السمرار عدد الأجيال ينضلوه وتعتاقلوه وتعدموه وتشدوه ونحن جيل يريد أن نحبضه على السمرار الاتحاد وإن شاء الله الاتحاد سيقول الكلمة في هذه الانتخابات ترجمة نانسي قنقر